المشكلة بالضبط أن المؤسسة أرادت بناء كوليج وقدمت مشروعها منذ ست سنوات وتم رفض الترخيص تقريبا أكثر من 15 مرة المشكلة أعمق من هذا هل يتعلق بالعقار؟ لست أدري بحكم أن هناك عقار في ملكية عضو في حزب العدالة والتنمية قريب من المؤسسة وربما هذا هو المشكل العقاري أكثر منه مشكل آخر ملكية المؤسسة تعود إلى المستثمر السابق بمدينة آسافي سويسري الجنسية قام بوقف هذا الملك لصالح أطفال مدينة آسافي وفي نفس الوقت يقدم الدعم المادي تقريبا لـ 30 تلميذ زائد 20 تلميذ من دوي الاحتياجات الخاصة في إطار تضحية رفقة الزوجاتي قمنا بتسير هذه المؤسسة بعد أن أعلنت إفلاسها قدمنا برنامجا لإنقاذها المضايقات دي الحزب العدالة الثمنية استمرت منذ 6 سنة منذ أن تحمل مشعل تسير شلام من خلال رفض ترخيص للمؤسسة من خلال مثلا بناء مجموعة من الطوابق الأرضية من خلال بناء الكوليج من خلال المضايقات مستمرة هناك معانات مستمرة وقع نقاش معي من مسؤول التعمير السابقة التي حاولت تطبيق القانون وجه نظرها لكن على مستوى القانوني أو حتى على مستوى المذهب المذهب المالك الذي يقول أنه يجوز هدم مسجد لبناء مدرسة عندما يتعلق بالمدرسة فنحن نقوم بمجهودنا ونضحي نحن رفقة الزوجة دينا فقد نضحينا نحن متطوعين أكثر مما نربح في هذه المؤسسة لصالح أطفال ابناء أسافي الجارات العادة بالمؤسسة بالنسبة للعاشوراء أنه يجي واحد شخص يقوم بتوزيع البنبون فاني ديال توفيتا لسوء الحد الفيديو نشره منذ 5 سنوات لم يحضر شخص باب عاشوراء الذي يرمز إلى العطاء وإلى مجموعة من القيام فقامت زوجتي بتعويضه تم استغلال الفيديو بطريقة سياسية لتصفية حسابات ما أجهل طبيعتها بطبيعة الحال هل تتعلق بالعقار هل تتعلق بموضوع الرخص الترخيص بالنسبة للكوليج هل تتعلق بلقاء السيد المسيرة المؤسسة بالسيد العامل تقريبا منذ 3 أيام لست أدري هناك رد في الماء وتشم تصفية حسابات سياسية مع مؤسسات خدومة ومؤسسة تخدم دول الأطفال المحتاجين تخدم دول الاحتياجات الخاصة وتشغل أكثر من 40 شخص أنا أحمل لحزب العاذلة والتنمية مسؤولية السلامة الجسدية لأن البيان في تحريض في مجموعة من الأشياء الخطيرة أحمله مسؤولية السلامة الجسدية للزوجتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر